توفيق صباح الخير عليك وأكيد طبعا سعداء أن انت دولاتي بتغطلنا وزي ما احنا متعودين معاك عايزين تغطية لحظة بلحظة والكواليس وماذا يحدث وطمنا لأن اكيد احنا محتاجين نتطمن الاستعدادات ليست فقط الفنية والبدنية ايضا النفسية ده عامل مهم جدا طمنا على حالة التقس المباراة مفروض هتتلاعب في العصر فنحب برضو اكيد اسوان برضو هيكون فيه ارتفاع في درجات الحرارة يعني الاجواء كلها كا أو بشكل عام يا توفيق تفضل صباح الخير نهوان تحياتي ليكم والكريم والضبكم الكريم والستاذ محسن الملوم النقد الرياضي وكل مشاهدة قناة النادي الهل في كل مكان من هنا من ظهرة الجنوب محافظة اسوان واجواء فريق النادي الاهل ان شاء الله استاذ المباراة اسوان هتنطلق في السلسة والربع يعني خلنا نكلميك على درجة الحرارة في الاول يمكن درجة الحرارة حالا دلوقتي 23 درجة مقوية جو يعني صحه جدا زي ما انتم شايفين جو اكثر من رائع كمان يعني مقر الاقامة اللي موجود في فريق النادي الاهل هو عبارة عن جزيرة وسط النيل فالمنظر اكثر من رائع بسلاح يعني يعني كان ينقصنا ان كلك تكونوا موجودين معانا وتشوفها هذه الرابعة وبلدنا دايما اجمل بلاد الدنيا وان شاء الله رب دايما تفضل كده طول عمرها يمكن اجواء اكثر من رائع هنبتدي من اللاحية نفسها انت كلمت عليها يمكن مستر كولر كان على طول في بداية الاستعدادات كان فيه محاضرة مع اللاعبين اتكلم معاهم عن اهمية المباراة نغلق خلاص صفحة افراقيا مؤقتا لنركز في الدوري عشان نحافظ على صدرتنا للبطولة وان شاء الله تكون خطوة لعودة البطولة مرة اخرى لما كانها الطبيعي في النادي الاهل بالجزيرة ومن بعد كان نبقى نرجع تاني مرة تانية لبطولة افراقيا بإذن الله دي كانت على الجانب زي ما نتكلم بقى التحضرات النفسية والعبين وتهيئتهم للمباراة على الجانب بقى الفني ممكن الفريق خاد تدريبتين هنا على استاد اسوان نفس الملعب اللي هيحتضن المباراة بإذن الله رب العالمين درجة حاليا ممكن معابدات المباراة ان شاء الله في تمام السياسة الله رب هتبقى 27 درجة مقوية اعتقد هتبقى مرتفعة شوية ولكن الفريق خلاص بقاله تيومين في اسوان يتعاود على الاجواء يتعاود على درجة الحرارة التدريبات كمان كان مستر كولر على طول بيعملها الظهرية او كمان العصر فعشان اللعبين كنوا متعاودين على درجة الحرارة واجواء الملعب وارضيته الفريق كمان النهاردة يعني الاخر يوم بقى خلاص والاستعداد للمباراة ممكن الفريق بدأ يوم مبادر جدا تسعة الصبح كان الفطار يمكن فيه فقرة دايما تعاودنا مع مستر كولر من ساعة ما جيل النادي الاهل هو بيعمل دايما اكتيفيشن كلا يوم المباراة الصبح حشان اللعبين تفك عضلاتها والتحرك النهاردة مستر كولر استغل يعني جمال المنظر وجمال المكان اللي احنا موجودين فيه وخليها فترة ماشي النهاردة كان في تمام التسعة والنصف اللعبين يعني قضوا حوالي نصف ساعة ماشي كده في أرجاء الفند وهنا خاصة يعني استغلالا للطبيعة السحيرة هنا لمدينة أسوان الجميلة فكانت الفقرة اكتيفيشن نهاردة عبارة عن ماشي للعبين من بعد كده حالا دلوقتي وانا معاكم على الهوى الفريق بيتناول وجبة الغداء طبعا الغداء بدري جدا للنهاردة على المباراة بدري ان شاء الله ساعة 12 وربع هيكون فيه محاضرة اللي هيتم بقى فيها الكلام على آخر مستجدد اللقاء والخطة اللي ان شاء الله الفريق يلعب بها هذه المباراة وان شاء الله من بعد المحاضرة التحرك للملعب يمكن من المسافة تقريبا ملفوضة والملعب ربع ساعة بالزبط ونكون من شاء الله موجودين فيه ملعب المباراة وملعب أسوان وزي ما قلنا وأكدنا أن الفريق تدرب تدريبتين على الملعب للتعاود على أرضية الملعب وكمان الأجواء هنا في أسوان كل دعوات جمهور النادي الأهلي بقى ان شاء الله والتوفيق بإذن الله يكون مع لعبنا وان شاء الله حظ أن السلطة نقاط جديدة في مشوار استعداد لقب الدور بإذن الله رب العالمين سمنى ذلك يا توفيق حقيقي بإذن الله وغد لك انت وشك حلو علينا والله يعني انت بتكون دائما معنا قبل أي مباراة بنجيب سكور كويس بالتوفيق ان شاء الله كلنا نفرح بعد انتهاء المباراة شكرا جدا جميلنا العزيز محمد توفيق وأكيد تغطيتنا لسه مستمرة على قناة الأهلي